شبوة تتجه الأوضاع نحو الانفجار ومحاولة مبذولة لتأجيله أو للحيلولة منه منذ أمس الأول وأروقة المحافظة بين شد وجذب ومحاولة إرغام لقوات الشرعية على التسليم لقوات المجلس الانتقالي المنقلبة عليها بدعم مباشر من الإمارات رئيس الهيئة الشعبية بشبوة اللواء أحمد مساعد حسين دعا كافة أبناء المحافظة إلى رص صفوفهم والعمل على حمايتها وتجنيبها الصراعات والفتن محذرا من مغبة اجتياح شبوة بقوة السلاح أو الزج بها في أطون الصراع مضيفا أن شبوة هي العمق الاستراتيجي لليمن ولها ارتباط جغرافي مفتوح بمختلف المحافظات شمالا وجنوبا والزج بها في الحرب رهان خاسر للجميع وفي إطار التطورات أيضا أصول قوات سعودية إلى مركز المحافظة فبحسب مصادر في السلطة المحلية فإن القوات المدرعة تمركزت في المطار الدولي لمدينة عتق وكانت قوات النخبة قد حاولت استحداث مواقع عسكرية لها في مدينة عتق الخاضعة لسيطرة القوات المشتركة المشكلة من قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة قبل أن تندلع مواجهات محدودة بين الطرفين الواضح إذن أن المجلس الانتقالي ومن خلفه الإمارات يردان على بيانات الشرعية بمزيدا من التوسع على الأرض بينما الشرعية تخسر الأرض والموقف لصالح السعودية التي تبادر إلى احتواء أي موقف قد يتخلق ضد عبث الإمارات